خميث الشيخ في حديث عن أبي هرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأقنياء بخمسمائة عام في مرأة تلمذي خميث الشيخ السؤال الموجه في الحديث هل الأقنياء عن أسباب دخولهم بعد خمسمائة عام الفقراء بينما لأن نجي في وقت الحي والله الحمد الصحوة من الأقنياء بشكل واضح صخر أموالهم من أجل الدين فالسلام والجنة والشيخ ما رأيك هل الأقنياء يأخذون مثل الفقراء بخمسمائة عام ظاهر الحديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأقنياء بخمسمائة عام أو بمدة أخرى تتفاوت عن خمسمائة عام ولكن هذا فيما إذا تساوى المؤمن الغني والفقير فإن الله يجبر هذا الفقير الذي لم يتنعم في الدنيا بما تنعم به الغني فيقدمه دخول على الجنة أما إذا كان الغني عنده من الأعمال الصالحة ما يفوق الفقير فالظاهر والله أعلم أنه أن الغني يسبق الفقير بحسب سبقه في العمل الصالح ويكون هذا الحديث مقيدا بما إذا تساوى الغني والفقير أو قال إن هؤلاء يسبقون الأغنية دخولا ولكن الأغنية إذا دخلوا الجنة صاروا في منازلهم التي يستحقونها فوق الفقراء إذا كانوا يستحقون منازلة فوق الفقراء والجنة درجات ولكل درجات مما عملوا